شهد مهرجان العالمين الحدث الترفيهي الأكبر في شرق الأوسط في نسخة الأولى تحت عنوان العالم عالمين قمت عدد كبير من الحفلات لعدد من الفنانين المصريين والعرب وأيضا الفعليات الرياضية المختلفة وشهدت الفعليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة حضورا واسعا للجمهور من مصر والزائرين من مختلف الدول العالم بتنظيم ملفت وشخصية متفردة جاء تنظيم مهرجان العالمين الجديدة في نسخة الأولى تحت اسم العالم عالمين في بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط ليجمع ما بين سحر الطبيعة وروعة الفعاليات مدينة العالمين الجديدة تزينت في أبهى صورة على مدى أيام المهرجان ليبهر رواده ومتابعي بتنظيم مميز وفعاليات متنوعة ما بين الرياضة والفن والترفيه الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد إقامة عدد كبير من الحفلات التي ترضي جميع الأزواق الفنية لعدد من الفنانين المصريين والعرب كالفنان تامر حسني وحكيم وأحمد سعد ورغب علامة وإليسا ونانسي عجرام بأعلى التقنيات وأيضا الفعاليات الرياضية التي ضمت البطولة العربية للجودو وبطولة البادل وسباقات السيارات الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة شهدت حضورا واسعا للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم الذي سيحملون ذكريات لا تنسى عن ليالي المهرجان ومدينة العالمين الجديدة بشواطئها ومرافقها المبهرة من أبراج ومناطق ترفيهية والممشى المميز لم يقتصر دور مهرجان العالمين فقط على إبهار الجميع بل أنه أنعشا قطاع السياحة في السحل الشمالي مما انعكسا على ارتفاع نسب إشغال الفنادق وأيضا جد بأنظار المستثمرين لبقعة واعدة على البحر المتوسط سيكون لها باع طويل في السياحة الترفيهية بالمستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر